نداء إلى جورج وصوف ثماؤك على قاتل النساء والأطفال بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية جعلك تستحق العقوبة عليها شهادة زور تستحق العقوبة عليها جزاء وفاقة والجزاء من جنس العمل زعمت أنك تحب دين الإسلام لكن الله عز وجل يحشر المطبلين للفراعنة يحشرهم معهم وإن زعموا أنهم مسلمون جهلت قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهذا خطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتولهم منكم فإنه منهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب لقد أذاقك الله هذه المرارة يا جورج وسوف مرارة فقد الولد أرضيت الفرعون بشار بسخط الله كما ترى انظر من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أرضيت الفرعون بشار فاستحقيت الغضب عليك من خالق هذا الفرعون عديم الضمير أثنيت على قاتل الملايين ومدمر بنية سوريا التحتية أذاقك الله مرارة فقد الولد كما فقدتها نساء سوريا أيها المطبل للفرعون النصيري بشار الأسد نظام شرد خمسة عشر مليون وقتل ما لا يقل عن المليون إذا ما كان أكثر وسجن الملايين وباع أعضاءهم ونشر تجارة الحشيش قتل مئات الآلاف من النساء والأطفال ببراميره المتفجرة ما جعل كذلك تحس بمرارة فقد الأمهات لأبنائهم حتى جعل الله هذا الشعور بالألم فيك بفقد ولدك نظام لا يزال يحتجز عشرات الآلاف من النساء في سجونه ويعبث بهن اغتصابا وقتلا باع سوريا لإيران باع سوريا لروسيا وأبوه من قبل بيع أراضي بالجملة باع الجولان بخمسمائة مليون ثم تأتي يا جرب الصوف وتقول إن سوريا لن تجد رئيسا لها أفضل من بشار ظننت أن لن ينالك عقوبة الله ظننت أنك تجمع بين الإسلام والنصرانية بما سوف يرضي ربك عليك فإذا سألك عن ديني قلت له أنا مسلم وإذا سألك عن النصرانية قلت له أنا نصراني ظننت أنك بذلك بهذا الجمع نعم تحتاط لأمرك أمرت بقراءة سورة مريم في مجلس العزاء تعجب بعض الناس من ذلك واللي عندهم مساومات وأنصاف حلول انبسطوا سروا لذلك وقالوا صحيح أنه اسمه جورج لكن يعني بيّن شغفه بالإسلام وحبه للإسلام هذا عند من يقبلون المساومة لكن عند رب العالمين لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم أمر جورج والسوف بالقساوسة بعد أن أمر بقراءة سورة مريم أمر بالقساوسة ليتلو على ابنه مراسم القداس والجناز وحمل نعش ولده على الطريقة التقليدية المسيحية ظن أنه بهذا قد احتاط لأمره فيعتنق الدينين احتياطاً ولابد أن الله يرضى بذلك بحال من الأحوال ألا يعلم هذا الجاهل أن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام بدك تخلط دينين مع بعضهم احتياطاً ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه لا يعلم هذا الجاهل جورج والسوف أن الإيمان بالإسلام مشروط بالكفر بما خالفه الإسلام دين توحيد وما سواه أديان وثنية وشرك من آمن بالله لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إذن جورج والسوف يريد أن يؤمن بالله ويؤمن بما يعبد من دون الله اللي هو المسيح كيف تجمع يا جورج والسوف بين دينين دين يشدد على عبادة الله وحده لا شريك له ودين يقول لك الآلهة ثلاثة وإن لفلف وقال وثلاثة واحد يقول لك الآلهة ثلاثة أحدهما في السماء والثاني كان في نفس الوقت على الأرض ولد من فرج امرأة وكان إلها لكن طفلا كان يرضع إله يرضع ثدي أمه ثم صار صبيا ثم صار شبابا ثم كان دأبه الهروب من الرومان خوفا من القتل إله بخافنا الأتل بيتخفى خوفا من القتل ثم قتل وصلب عاريا وكان الولد يسأل أبوه يا بابا من هذا من هذا المعذب المضطهد المقتول المصلوب فيقول له أبوه هذا الإله الرب العظيم القادر المقتدر القوي العزيز هذا إله قوي إله يقتل ثم يدفن في المقبرة بيقوله ثلاثين بسوف الحقيقة ليلتين ويوم لكنه عاش بعد ذلك من أحيا بعد موته إله آخر منحه الحياة مرة ثانية من الذي أحيا من الذي منحه هذه الحياة بعد ذلك الآب بزعمك سأل القساوسة يا جورج والسوف لماذا يترك هؤلاء القساوسة عوام المسيحيين على عقيدة شركية وثنية فاسدة تضمن لهم البقاء خالدين بلا خروج من جهنم تريد أن تجمع بين قول الله لم يلد ولم يولد وبين قول كهنة المسيحيين ولد للآب ولد وسموه يسوعا وفي اليوم الثامن طهروه تريد أن تجمع بين دين التوحيد ودين الوثنية وتلقى ربك على ذلك المسيح الذي يعتقدون أن الله غشية ومريم من فوقها وهكذا أنجبت من الرب ولدان افتح لوقة إصراح الأول العدد أربعة وثلاثين فقالت مريم للملاك الملك كيف يكون هذا لأنه بشرها لأنه سوف يكون لها ولد وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس هو أحد الأقانيم الثلاثة يحل عليك وقوة العلي يعني الله تظللك قارن بين هذا وبين قول الله في القرآن قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هكذا أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما خلق عيسى بلا أب خلق آدم بلا أب ولا أم أتريد أن تجمع بين الضدين تريد دنيا لا تساوي هذه الدنيا شيئا كما ذهب ولدك وسبقك فلابد أن تلحق به وسوف تلقى الله يوم القيامة ذقيا جورج والسوف آلام من يعيشون في المخيمات ويعانون القهر والمذلة والفقر بسبب من تثني عليه وتشهد له بأن سوريا لن تجد مثل بشار الأسد لن تغني عنك أموالك عن هذا الألم ولن تسكن قصورك هذا العذاب الذي تعيشه في نفسك بسبب شهادتك للباطل وللفراعنة